مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أكد أنه سيتم ترتيب أوائل السنوية العامة هذا العام على مستوى الجمهورية والمحافظة والإدارة والمدرسة والمادة الوحدة كمان كنوع من التكريم والدعم المعنوي للطلاب وتعزيز ثقة كل طالب في نفسه وقدراته المصدر قال في تصريحات نشرتها بوابة الأهراب أنه ليس معنى أن مجموعة الطالب لا يؤهله ليكون من أوائل الجمهورية أنت معناه خلاص لا ممكن يبقى متفوق على كل زملاء الدفعة بتاعته في مادة أو مجموعة مواد وسوف تظهر نتيجته بهذه الميزة أوضح المصدر أن نتيجة السنوية العامة سوف تظهر بصورة أو سوف تظهر بصورة مغيرة عن كل عام أحنا بنتمنى بالفعل يعني أحنا محتاجين هذا الكلام محتاجين أن السنوية العامة تبرز المتفوقين في كل المجالات يمكن الساعات القادمة قد تشهد إعلان النتيجة وطبعا بيبدأوا بالمتفوقين ونتمنى بالفعل أن السنوية العامة متبقاش مصدر قلق للناس في الأسر وأنها تكون بالفعل مصدر أمن واستقرار للأسرة المصرية ويمكن إن شاء الله لما تعلن النتيجة بالتأكيد سيبقى فيها أشياء جديدة ومختلفة